اشتركوا في القناة اليوم بدنا نتكلم في موضوع مهم جدا بيدل على انه انه انت بهذا الموضوع انك وصلت لدرجة عالية من الاحتراف ام لا وهو معرفة جميع التوصيلات المتعددة لنفس المحرك وزي ما انا حكيت في فيديوهات سابقة انه المحرك لازم يكون في ايدك مثل العجينة انت تصممه او تصمم التوصيل زي ما بدك وعلى حسب حاجتك على اساس انك تضع من الاسلاك الموجودة عندك او تسهل في الشغل على نفسك فانت بتقدر تختار التوصيل اللي انت بتريدها هذا بيدل على انه انت يعني ماشي في طريق الاحتراف وصلت الى مرحلة جيدة اذا كنت بتعرف كل التغييرات اللي بتقدر تعملها في نفس المحرك وليس فقط انه انت جاك محرك يعني متوصل بتوصيلة معينة من الشركة انت وصلت نفس التوصيلة وخلاص ولو كان السلك اسميك ولو كان انت تعبت كثير في الشغل فيه وكذا لكن انت حاول انه بدك تشتغل نفس الشغل الشركة وانتهى الموضوع لا انت الاحتراف هو انه انت تصمم المحرك بما يناسبك انت طبعا على حسب الحاجة وحسب الاستطاعة عندك تصمم محرك على مثل ما بدك انت بالتوصيل اللي انت بتحتاجها بالتوصيل اللي انت بترتاح فيها حتى تشتغل بشغل اريح واسهل من شغل الشركات الان الموضوع يعني بالمختصر انه نفس المحرك بنقدر نوصله احنا اكثر من توصيلة على اساس نريح نفسنا وبيعطينا نفس القوة ونفس العزم ونفس القدرة ما في اي فرق في شيء ونفس الانبير طيب الموضوع بتعلق بين التوالي والتوازي التوالي والتوازي وهذا الكلام يعني بيصير على كل المحركات يعني بتقدر تعمله في كل المحركات اللي بتجيك طبعا اللي بتقدر توصلها توازي وتوالي ما بتكلم عن القدرات العالية جدا اللي هي لازم تشتغل مثلا على بتكون على التوازي اصلا او توازي كامل يعني ما بتقدر انت تحولها توالي لانه رح تكون صعبة جدا رح يكون الاسلاك سميكة جدا وعددها كبير جدا فلذلك بيجاءهم اصلا للتوازي الكامل على اساس انهم يعني يسهلوا على نفسهم بالشغل فما بتيجي انت ساعتها وتحولوا لتوالي بسلك اسمك وعدد اسلاك اكبر لا طبعا احنا بنتكلم عن القدرات الصغيرة والقدرات المتوسطة الى حد ما يعني لغاية عشرين حصان خمسطاشر حصان او شيء من هذا القبيل طبعا هو انت لو بدك تعمل المحركات الكبيرة بيصير ما عندك مشكلة لكن انه بتصير الشغل غلب كثير في التسقيت وكذا لانه الاسلاك رح تكون سميكة جدا يعني العلة انه تساهل على نفسك في الشغل وليس انه عندك اسلاك او انه اي موضوع اخر طيب الان عنا محرك مثلا انا هذا المحرك جاني ملفوف باربع اسلاك موصل توالي وخارجي اسطار موصل توالي وخارجي اسطار خلوني اجيب ورقة على اساس ما ننسى المعلومات طيب الان المحرك جاني توالي ملفوف باربع اسلاك العدد 23 لفة العدد 23 لفة طبعا باربع اسلاك هيك جاني هذو المحرك الان طبعا احنا بنقدر نلفو يعني بتضرب العدد في جذر الثلاث والسيليك بتقسمو على جذر الثلاث زي ما حكينا في فيديوهات كثيرة فاذا بتقدر تواصلو توازي انا زي ما انتو عارفين انا بضاعي في العدد بحط نصف السيليك فانا راح امشي زي ما بحكي انا انت بتحب تمشي على القانون بالزبط اللي هو جذر الثلاث امشي ما عندك مشكلة انا بدي اعطيكم الان الطريقة اللي انا بشطل فيها بتقدر تعملو توازي سلكين طبعا الاربع اسلاك هم سلكين سبعة ونصف زائد سلك سبعة سلكين سبعة ونصف زائد سلك سبعة كان ملفوف طبعا انت بتقدر تلفو توازي بثنين سلك اللي هم سلك سبعة ونصف زائد سلك سبعة العدد بتعملو ستة واربعين جوز بتوصلو توازي طبعا وببقى ستار من الخارج وببقى ستار من الخارج هون ستار كان بالاصل وببقى ستار من الخارج طبعا طريقة اخرى بتقدر تعملو بنفس الشي بتعملو توالي هون توازي هون توالي بتقدر تعملو توالي كمان بسلكين سبعة ونصف وسبعة والعدد كمان ستة واربعين جوز لكن التوصيل الخارجي دلتا التوصيل الخارجي دلتا يعني عندك هذا المحرك بتقدر تعملو واحدة من هاي الطرق الثلاث اما بتوصلو بتلفو باربع اسلاك وبتوصلو توالي وستار خارجي او بتوصلو توازي بسلكين وبضاعف العدد او بتضرب العدد في جدر الثلاث وبتوصلو ستار زي ما هو يبقى والتوالي او بتلفو توالي بسلكين والعدد ستة واربعين جوز كمان ولكن بتوصلو بخارجي دلتا الان الاولى التوازي الاربع اسلاك هو كان المحرك هنا السر يعني المحرك بهذا الشكل والتوالي اربع اسلاك المحرك كان 220 380 هاي المرحلة الاولى التوازي سلكين والعدد ستة واربعين وستار كمان راح يكون 220 380 الان لما نعملو توالي بسلكين ونوصلو دلتا خارجي راح يكون الان يصبح المحرك 380 660 هذا الجهد اللي راح يصير للمحرك فانت بتقدر تعمله بواحدة من هاي الطرق الثلاث وتوصلو زي ما بدك والاريح لك وتشتغل في الاشي الاريح لك والاحسن لك الان انت لازم تعرف هاي الامور اذا انت بتعرف هاي الامور انت هيك في مرحلة من الاحتراف مرحلة ممتازة جدا وبتسهل على نفسك بالشغل وبتكون فاهم شو بتشتغل وكل شي تمام ما عندك اي مشاكل وزا ما حكينا هذا صورت علينا فيديو سابق اللي هو توصيل وعم بدي اعمل وتوازي توازي للتأثيري حكينا بنوصل البدايات على سيليكوم نخرجهم للروزيتا والنهايات على سيليكوم نخرجهم للروزيتا هذا هو نفسه المحرك نقدر احنا نعمل في هاي الامور نقدر نساوي فيه فالان المحرك زي ما بحكي انا دايما زي العجينة بيدك بتقدر تفصله وتعمله زي ما بدك بدون اي مشاكل طبعا في جميع الاحوال الامبير واحد والقوة واحدة ما بضعف المحرك وما بقوة ما بضعفه ما بقوة طبعا بيضله زي ما هو بنفس القوة ونفس القدرة ونفس العزم ما في عليه اي مشاكل وهي ما بنطول اكثر من هيك ان شاء الله انكم تستفيدوا من المعلومات ولا تنسوا زي مبصيكم دايما وبصي نفسي صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته